السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعنا كرام عدنا إليكم من جديد مبدأي المبروكة لنا كاملين كمغالب الفوز ربح في أول ماشي لنا ضد التعنزاني بتلاجئة أهدف لسفر مبروكة لنا الجرينتا وروحوا القيشة ليدين لعب المنتخب اللي كانوا رجال بكل ما تحملوا الكلمة من مقاييس وصراحة كانوا قد المسؤولية وكذلك ما خيبوش ضن الجماعي المغربية ولكن باش كونوا عارفين الفرحة ما خاصة تكون احتفالية بمعنى الفرحة خاصة تكون في إطاري الحقيقي أو المنطقي فقط أما الاحتفال كيكون سرعي في حالة ما تتوجنا باللاقب فقط وإحنا دباو كما عارفين يا الله كنقول بسم الله الزايد ما تنسوا سرعي بحنا غير طنزاني لكي بقى منتخب متواضع مقارنة بينك منتخب مغريب صحيح كان بزاب دي الإيجابية لكي بشرب الخير ولأكيد طبعا غدا نهضر عليهم في هذا الفيديو إن شاء الله في الأول بعدها سنتظر علي أهداف مباراة قبل أن ندخلوا في القاسح لأنه أعجبني شخصيا كيفية البيوتر اللي ماركينا كانت متنوعة من وضعيات مختلفة ماشي مقرر فلأجينا نشوفوا الهدف الأول كانت مراكلة تابتة لحط فيها حاكم زياج السم والليه أوتوماتيكي ما سيطر عليه الحاسس آي شي مانولا ثم ما ما يعطلوش الكاب يطعنه غايم سيسبون في القوة والهدف الثاني هو اللي طعلي عليه الفيلم معجبني بزد لماذا؟ لأنه قدرنا نضربه تاكتول دفاع الخاصة في الزيار فقبل بداية البطولة كاملين عارفين أنه أغلب المنتخبات اللي غادي نواجهها غادي نكونوا 100% لعبين ككتلة واحدة في الخلف مع تقارب الخطوط وغاق مساحات وكنا كنت سألوا كيف يشير غراقي غادي يخدم على هذه النقطة تحديدا بحكم أنه أسلوب اللعب ديال مونديال ما غاديش يكون واكل لأنه ببساطة إحنا اللي خاصنا نباترون لهجوم وفعلا في لقطة الهدف الثاني بانت لخدمة ديار غراقي واليد ولكن قبل البيت بتواني تحديدا في الدقيقة السو سبعين وغير باش تعرفوا الديناميكية الهجومية دينا في تنوع البناء وخلق الفرص فنفي الأول بعد العبنا على نقطة ضعف تمركز الخاصم في هذه المساحة بالضبط ولكن للأسف ضماج ما مشيتش معنا الكرة في آخر مطاب الليكي ماكي بانكي ديقاجها دفاعات الخاصم ومن بعدها مباشرة بسبب البريسينج العالي ديال اللاعبين المتخب قدروا يربحوا لك الكرة الثانية ويسترجعوها وشوفوا معاي بعدها الدقة دقة والتاكي طاقة المغربية وكيفاش كنناخدوا الوقت في إعادة بناء الهجمة من أزيرو وكذلك أول هدف دينا من هدشي كامل هو نخرجوا دفاعات الخاصم من تاكي تول دفاعي ديالو وفعلا نراك كالناجحوا كيما كيبان لكم بالواضح المهم نكملوا الهجمة مع أقرد ليسا فطالي زياج حاكيم وليد الآخر فتح اللعب لي حاكيمة أشرف على الطرف الأيمن مع تحرك وتمركز عزدين ونحلي كتوصلوا لكورا وهنا أشرف كان باقي النحلة يكمل مع الإندو في المساحة تحديدا اللي دائما إلى لحظه كتكون خاوية كتصفر ولكن نحلة فضل يسلم الكورا مع الدورة مربع إكس أي يكسر لك المدافع بعدما فانتع لأنه غادي يسدد مباشر شن وبلمسة واحدة شوفوا كيفاش غادي نضربوا تمركز أو تكتول دفاع في نقطة ضعف تمركوزهم وهنا سنظروا أيضا على الكيميا وتفاهموا التناغم بين أن نحل وعد لأمين وكذلك الإضافة للعب الدكا المهم أن أخذ فنزر بانكي تلعب الأندو غايد 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 يشترش ملك الدفاع بالكامل ونحلي عزدين في القول أما بالتالي في الساعة اللي نفي الخروج النسبي للخصم أثناء ما هم كانوا بغيرين لعبوا علينا كونتراتا ولي المحارب قدر هنا يقطع لك الكورا كما يكون لكم بالواضح ومع أن لعب تنزاني كانوا صعدوا نسبيا للأمام ولي بتالي تلمسات غادي نوصلوا لكارودي زويت أي منطقة الجزاء عن طريق لاعبين فقط ونارك ندر على التناغي أشرف وعزدين اللي عليهم دائرة حاليا فكيما كيبان حاكمي اللمس الأولى لعب ما نحل عزدين اللي هات الأخير أوتوماتيكي اللي محليك تحرك أشرف مع المساح اللي كانت قدامه وفي اللحظة اللي نحل غادي لعب الباس غادي تلاحظوا المساحات والخطوط متباعية دي المدافعي تنزانيا لأننا كيما قلنا معطينا مش الوقت في الأول رجعوه يتماركزو في الخط الخلفي بعدما كانوا لعبين علينا الكونتراتا يعني مش ديناش الكورا ورجعنا لي الخلف باش نهدوا اللعب وما شبه دالك رغم أننا كنا رابحين بهدف اللي يسافر في الدقيقة شمانية وهذا شي اللي بينا قوصان كنا هضرنا عليه قبل مباراة أنا نفش الماركيو لهدف الأول ما خاصناش رجعو لي الخلف ونبردوا اللعب بحال يداروا مصر وجزائر وإلا غادي ندفعوا التمن كاش بحالهم للتنوع في بناء الهجمات بحالة لو لدينا طرق أو خيارات كثيرة كيف نماركيوه مع المنتخبات التي ترجع له أولا عجبني كذلك وأكيد سيتشاطروني الرأي وهو بدنيا كنا الطوب وهذا راجع من وجهة نظري في دكاء اللعبين كيف نوزعوا المجهود ديانهم على 9 دقيقة بحالة مرة كانوا يرفعون ناساق وطارات أخرى ينزلوه في الوقت المناسب وأصلا رجالي قبل ما تحدر على هذه النقطة تحديدا وقال بأننا خاصنا لا بدنا نعرف كيف نوزعوا المجهود البدني ديان المهم بنسبة للمباراة بصفاء عاما ما كانت صعيبة علينا كمنتخب مغرابي أولا لأننا كنا نبنيو اللعب بدون أي مشاكل تذكر بمعنى ما كانت تطبق علينا ذلك الضغط العالي خصوصا لحامل الكورة اللي ديما كانت تكون عنده الحرية مع المساحة ونرى كان قصد تحديدا سوف نقام رابط في الاستلام والتسليم أي فاش كيتوصل بالكورة من قلبي الدفاع كيخرج بيها بسهولة كبيرة جدا اللي عند قناحي أو أملاح أو واتفر بدون أي ضغط زائد اللي سهل علينا الماشي أكثر وهو طرد اللعب محمد الحسيني في الداخقة سبعين ونفي زائد تلفون وامر دي المدرب عادل عمروش كتار ما هو متال في اللي المهم اللي بغنوصل وهو ما خاش يخدعنا هذا الماشي لأننا في الأول والأخير اللي عبنا ضد المنتخب كما قلنا متواضح وراء الليفل غادي وكيطلع 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 بداية من الماشي اللي جاي ضد الكونغو الدموقراطية أولا هاد منتخب قوي جدا من تنزانيا ثانين غادي لعبو مع ثلاثة اللي هي الجوج ديالكونت ديفوار وهذا طبعا هو التحدي الصعب والحقيقي لذلك كالما كالما ما خاصناش نتغرو نعم من حقنا نفرحه ولكن مشي لدرجة الإحتيفة لأنه لبقنا كننفخه بزاف المنتخب يقدر يجعلينه بالسلب أنتوزو دابلي تقعيم اللعبين بداية من ياسينبون ويقدر يباليكم تقعيم ديالونا عشوية ولكن كما عارفين أراد سعين دقيقة كاملة كاملة كامرتها في الشبكة بدون اختبار نفس البرانتة قريبا مع قلبي الدفاع نيف اقرد للي خدا 7 فصل الجوج وغانم سيس 7 فصل السبعة وطبعا ما تختبروش دفاعي البال أشرف حكيمة كيما كيبان خدا 7 فصل السبعة اللي اللهم باركا حاضر هجوميا ولا يقدر يعطي عصيس لهدف تالت محمد شيبي السبعة ولي الأمانة درلي علي وتقاتل واخر ما كان كيباني بزاة في المساندة لهجوميا وهذا طبعا أكيد غادي يكون راجع لي تعليمات المدرب واليد الرقر ومنسوش طبعا نراه اللعب في مركز ليمش المركز دياله ولكن عاما قدم ماشي محترم المحارب أمر رابط مع المنتخب بلا منهضر علي السكوتو في الحرام الجمال الجمال تقيم دياله هو سبعة فصل الجوج أما سلم أملح فلي الأمانة ومن وجهة نظري الشخصية غير كيسعد للأمام أو العمق باش كي بدك زيادة العدد دياله في الهجوم كي تلفى بكل ما تحملوا الكلمة من معادي وبين قوصين هادك يبقى رأيي شخصي ولا ألزم بي أهل أما العزين وناحي فرعا ما شاء الله نحلة تورف ريف أما المنتخب طيار اللهم بارك وزيد في ذلك وهذا راجع لأن الرقراجي كي عرف يوضفوه وعطي التقيق والحرية وسلم عاي سرعة غير بدك لإحتفال ديال بكية ميساج أنفواي ناضي للبكية وشكية اللي كانوا يديرين عليه حمله مؤخرا تقييم ديره 8.4 كأحسن تقييم في المباراة ونيت كنخده هو رجل المباراة بالنسبة لحاكم زياج كنحاضر ناضر خصوصا في الشوط الأول دير كل شي متحرك ديناميكي مقاشر ما شاء الله وكما كنقوله حتى الرية دياله في تيران رغم أنا ويا الله راجع من الإصابة لذلك في واحد وقيت شفناه التراجع بدنيا بالنسبة لعبدالصمات الزيزولي يدير كل شي ولكن المشكلة الأبدية عنده هي اللمسة الأخيرة أي الإنهاء وما قبل الإنهاء المهم اللي قادي نقول عليه هو باقي كان سهل منه الكثير والكثير مع المنتخب تقييم دياله كما كيبان بالواضح هو سبعة فصل هو أما يوسف نصاري في البلح كان عنده الظهر أن نربحنا بثلاثة الصفر وكان هو كما عارفين هو لي مارك البتالي لأنه وللأمانة هاد الفوز غطى على تضيعه لي بعض الفرص السهلة بحالات اللي كان فاصفه مع الحارس وغير الكشير لهذا خاصه لا بودة تكون عنده الفعالية أكثر على الشبكة أما البودة اللي عندك أمين عدل خدس السفاصة للسعود بلا الخنو السفاصة للخمساق أمين حارس السفاصة للجمنياء أيوب الكعبين محارب المشاهد السفاصة للسبعة وصوفيان بوفال خدس سبعة ولات الأخير شوفوا معي الفرق بينه وبين ززو العبدالصمات بحيث غير دخول مع اللمسة الأولى تقريبا في الدقيقة للجوجمانين شوفوا بالمعارة الفرد هي كيفاش خلق لك الفارق وتخلي منطقة الجزاء وبسنتراش كان غادي ماركي الكعبين بدومي فولي واشي لقنا قبال بطولة لأنر غريقي غادي يكون فوكي بوفال وخي يلعبوا غير ديك عشر دقائر أخيرة من المباراة لأنه ولعب مهاري فعالك يخلق الحلول ترجمة نانسي قنقر